السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اصدقائي قبل ايش يرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة التربية تكشف عن سلسلة اجراءات وقائية استعدادا للامتحانات كشفت وزارة التربية عن اجراءاتها الوقائية التي ستتخذها خلال امتحانات الصفوف المنتهية الثالثة المتوسط والسادس الاعدادي وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح ان توجيهات وزارة التربية بشأن امتحانات الصفوف المنتهية جميعها خاضع لقرارات خلية الازمة لافتا الى ان وزارة التربية اخذت الضوء الاخضر من وزارة الصحة على اجراء الامتحانات للثالثة المتوسط والسادس الاعدادي بموعدها المحدد ووضح أن هناك إجراءات وقائية ستتخذ خلال الامتحانات منها تعفير وتعقيم جميع المراكز الامتحانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الحجد الشعبي ومديرية الدفاع المدني فضلا عن وجود فرقة طبية تجري فعوصات سريرية لكل من يدخل إلى مركز الامتحان قبل بدء الاختبار وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل وزارة التربية حول خارطة جلوس الطلبة في القاعات الامتحانية الواحدة حيث تكون هناك مسافة لا تقل عن متر واحد بين طالب وآخر حلاء لا يتجاوز عدد الموجودين في القاعة الواحدة أكثر من عشر طلاب ولفت إلى أن هناك توجيهات بمنع التجمعات أمام المراكز الامتحانية سواء قبل إجراء الاختبار أو بعده وبشأن الامتحانات التمهيدية للمتقدمين عن الامتحانات الخارجية أكد فاروق أنه كان مقرر إجراء الامتحانات التمهيدية في بداية شهر حزيران إلا أن زيادة الإصابة بالوباء العالمي في عموم البلاد دفعت وزارة التربية إلى تجيل الامتحان إلى أشعار آخر ويحدد في موعد لاحق